اشتركوا في القناة كمن حولها سألوه قال استاذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإن تذكر الموت رواها مسلم يعني أمه ماتت على الشرك لأنها ماتت على الشرك لا يجوز الاستغفار لها مع أن أمه وعدد من الناس لما يأتي على هذه القضية يقبل الروايات الموضوعة في إحياء أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وعرض الإسلام عليهم ودخولهم في الإسلام وموتهم مرة أخرى مع أن هذه الرواية ما تصح أبدا لكن عاطفيا بعض الناس يقول يعني إيه يمكن هذه الرواية لكن ليس بين الله وبين أحد من خلقه رحم ولا نسب خاص هذا أمر العقيدة ما في مجاملات ما في مجاملات ما في مجاملات عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكين فبكينا لبكائه ثم أقبل علينا فتلقاه عمر فقال يا نبي الله ما الذي أبكاك فقد أبكان وأفزعنا فقال إن القبر الذي رأيتموني عنده إنما هو قبر آمن بنت وهب وإني قد استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي ونزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة فذاك الذي أبكاني إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنه يزهد في الدنيا ويذكر الآخرة رواب الحبان والحاكم وله شاهد عند أحمد في حقوق لا بد من أدائها والعواطف يجب أن لا تمنع من أداء الحقوق أو تحول بين الإنسان وبين أدائها للحقوق وهناك موقف مؤثر جدا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أب العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أب العاص لأن أب العاص مشرك وكان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل تحريم الاستمرار في عقد النكاح بين المشرك والمسلمة قبلها أب العاص كان زوج زينب وخديجة لما زوجت بنتها زينب لأب العاص بعثت يعني أو أعطت ابنتها قلادة والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف القلادة أنه خديجة الأم أعطت زينب البنت القلادة بمناسبة الزواج وأب العاص وهو مشرك لكن كان صاحب أخلاق عالية وفاء بالوعد أب العاص خرج في بدر وأسر أهل مكة بدأوا يرسلون فداء الأسرة زينب أرسلت القلادة التي أعطتها إياها أمها في الزواج أرسلتها فداء لزوجها أب العاص لأن ما كانت تستطيع الهجرة في ذلك الوقت القلادة كانت عند خديجة أدخلتها بها على أب العاص أدخلت بنتها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم شوف ما اتخذ القرار ما اتخذ القرار هو معنى هو الإمام قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها الذي لها فقالوا نعم قالوا أحمد وأبو داود وأحسنوا الألمان في الإرواء رق لها يعني لزينب لغربتها ووحدتها يعني هي الآن وحدة في مكة وزوجها أسير وما تستطيع الهجرة فالأب يتذكر القلادة التي كانت في عنق ابنته لما أرسلت القلادة تذكرها في عنق ابنته وإنها هدية خديجة لكن مع هذه العاطفة ما فرض على الصحابة أن يفكوا أسر أبي العاص ولا أجبرهم على ذلك ولا أمرهم به لأن لهم حقا في الغنيمة القلادة من حق المسلمين في الغنيمة فهو اقترح قال لو رأيتم يعني هذا حقكم إذا أردتم التنازل حسن فتلطف في عرض الأمر عليهم ولم يأمرهم بذلك لأنه ما يمكن العاطفة تضيع الحقوق ما يمكن أن تضيع الحقوق بالعاطفة قصة بريرة ومغيث عجيبة يعني قمة العاطفة بريرة كانت أمة مملوكة زوجها عبد يقال له مغيث لما عتقت بريرة شرعا تخير الأمة إذا صارت حرة بين الاستمرار مع زوجها العبد المملوك وبين الانفصال عنه فرغبت بالانفصال ومغيث متعلق جدا جدا بزوجته بريرة يقول ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته وفي رواة البخاري يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها من شدة تعلق بها وهي اختارت الانفصال فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس عمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو رجعته فإنه أبو ولدك في رواية قالت يا رسول الله أتأمرني قال إنما أنا شافع أنا لا أمر أنا شافع وأستدخير قالت لا حاجة لي فيه رواة البخاري كون يعني صار المشهد مؤثر وعاطفي والرجل يبكي ويمشي وراء الزوجة وراء بريرة ويتوسل إليها ألا تفارقه وينشدها ويبكي ما أدى إلى إجبار المرأة على شيء على أن تتخلى عن حقها الشرعي حاول شفاعة كون يعيش ألا تدفع اشتركوا في القناة